يا بابا بس بوسا كل شي سهل وسريع تابعونا بجدر صغير سأخذي كوب زبدة بقى عشان دا اشتغل كلها عينك ميزانك المهم سأخذي زبدة تتحمرة صور عدنا شنو برنوازات يعني سور الحليب مالتها مكرمل لونها الى البني يمطينا نكهة رهيبة حسنا سأخذي زبدة بكاسة ليش؟ يعني احتمال تحترك لأن الجدر يبقى حار الفترة طويلة حتى نسوي الشيرة سأخذي كوب شقر وكوب واحد مي ونخلي فوقاهم شوية فانيلا ونخليهم يغلون دقيقتين الى ثلاثة صارت الشيرة مرتنا جاهزة في هذه الحلقة سنستعمل ست البيت من شركة باناسونيك اللي وصلتني من شركة الحافظ الوكيل الرسمي والحصري من شركة باناسونيك الأجهزة المنزلية بالعراق بصراحة هذا الجهاز اني كلش حبيتها ودأ استعمالها بهوائي وصفات سأخذي بها السكينة ملعجانة السكينة هذه نضيف كوبين سميد هذا اول واحد وهذا ثاني واحد تمام سأخذي فوقاها كوب كامل سكر وهسه سأخذي كمية الزبدة مالتنا اللي كرملناها قبل شوية ونخليلها رشة صغيرة ملح نسد الغطاء ونشغلها الى ان تتجانس كل المكونات سوية طبعا الفائدة من انه نخلط الزبدة وهي المكونات هذه ماذا ستفعل؟ هذه ستقلل عملية التفاعل لغلوتن لانشن الزبدة ستتلبس وتغطي كل السميد ونضيف بسبوسة جدا هشة جدا الآن سنضيف في وقاها نصف كوب جوز هند وبنفس كوب القياس سأخذي خاشوقة شبيرة لبن وأخذي في وقاها كريمة الى ان ينطلس لدينا الكوب كلهاته نخلي فوق باقي المكونات نسد الجهاز ونخلط الى ان تتكون لدينا عجينة امرتبة اخر اللحظة سنخلي خاشوقة صغيرة مات شاي بيكينج باودر نسدها ونشغلها تخلط كل جيد دعنا البيكينج باودر اخر شيء لماذا؟ لأن البيكينج باودر من يصير اي شيء رطب سيبدأ يتفاعل فنحن نريد ان يتفاعل اقصى فترة ممكنة داخل الفرن فنخلي اخر شيء مباشرة على الفرن نجيب الصينية الخاصة مع الفرن سنخلي بها العجينة كلياتها ابلل ايدي بشوية مي وابدي ادوسها ووزعها بكل الاطراف لازم العجينة مالتنا تكون متساوية حتى تستوي كلياتها بنفس الوقت قطاعة مع العجينة بلاستيك سنبخها سريعة فقط اعدل وجه مالتها بسكينة والاكل اخليها بشوية مي حتى تلزق وراح اصوي زائد داخل الصينية سيكون لدينا اربع مثلثات كبار بعدين الاربع مثلثات سأقصهم بالنص حتى يصبح لدينا ثمان مثلثات متوسطة كل مثلثين صغار سأصوي بهم مثلث من الوسط سأستمر بهذا التقصيص لكل التجاهات كل مثلثين سأصوي بهم مثلث صغير الآن موازهة الخط الذي قمنا بها في البداية سأقوم بخط صغير إلى الوسط حتى يصبح لدينا مثلثات أصغر داخل هذه القطعة سأستمر بهذا التقطيع لأن يصبح لدينا شكل نجمة ترى ما تتكون لدينا في الوسط لدينا بعض الوز سأقوم بتجاهها باتجاه الوردة حتى يظهر شكلها جميل وآخر بفرن باناسونيك الذي يعمل مايكرويب وغريل بفرن أبو بانكا سأختار خيار الكيك سيحمل فرن بعد خمس دقائق يصفر نأتي نفتح الباب ندخل البسبوسة مالتنا نسد الباب من يصفر مرة ثانية معناتها لدينا البسبوسة جاهزة هذا موقع شركة الحافظ سأضع لكم الرابط مالتهم أسفل الفيديو هذا توصيل مجاني كل أنحاء العراق ودفع أثناء الاستلام وعندهم ضمان وهذه الترتيبات كلها موجودة نفتح الباب ونطلع البسبوسة يا أحيات اللون رهيب متناسق كل لاياته وآخر سنصب عليها القطر نشبعها كل لاياته تظهر عندنا سوبر جوسي بسم الله سوف أقوم بتصلي هاي ولان بعدها حارة ولكن قريبًا هو توبعت لانهم مستعجل ليس لبليان سوف تفلش لنشمل سوف أقوم بتخبض هذه هي بسبوسة على طريقتي كل السهلة وسريعة إن شاء الله حبيتوها قبل صيامكم وقبل أن ننهي الفيديو هذا الفيديو كان برعاية شركة الحافظ الوكيل الرسمي والحصري والأجزاء المنزلية بشركة بنسوريك بكل العلاقة في مالا